متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي دخلت حيز تنفيذ الاتفاقية التي أبرمت بين جماعة أحرار الشام وهيئة تحرير الشام النصرة سابقا من جهة وبين إيران من جهة أخرى والتي تقضي بإخراج كل من في مضايا والزبداني بريف دمشق وكفرية والفوعة في ريف إدلب العملية بدأت بدخول نحو 200 حافلة إلى مدينة الزبداني لإخراج كل المقاتلين الموجودين هناك على أن يتم إخراجهم تباعا سوف يتم إخراج 3000 شخص من الزبداني ومضايا ومقاتلي الجبل الشرقي وقرى وادي بردة مقابل خروج 8000 شخص من الفوعة وكفرية في ريف إدلب هناك حالات مرضية تحتاج إلى أسعاف سوف يتم نقلها أو إخراجها أولا المهجرون سينقلون عبر سرغاية إلى إدلب وريفها وأيضا جزء منهم سوف ينتقلون إلى جرابلوس بريف حلب المنظمات الإغاثية بدأت التحضير لاستقبال المهجرين وإيوائهم في الخيام المخصصة لذلك على صعيد ردود أفعال الموجودين في ريف دمشق تظهر الآلاف من أبناء بلدات جنوب دمشق والذين رفضوا اتفاق المدن الأربع وإدخال بلداتهم في نص هذه الاتفاقية كذلك من قبل رفض الاتلاف السوري لقواء السورة والمعارضة وأيضا رفضت هيئة العليا للمفاوضات هذه العملية التي وصفوها بعملية لتغيير النسيج السكاني السوري تابعوا آخر أخبار هذه الاتفاقية اتفاقية المدن الأربع على منصات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بأخبار الآن وأيضا على صفحة الشخصية على تويتر أتفاقية النسيجة في كونومان